يتناول بينا للبندقية للعمارة في دورته السابعة عشرة مسألة التصميم في حاقبة ما بعد جائحة كوفيد تسعة عشر في عالم مشرذم بحاجة إلى مساحات مشتركة وهي مهمة أوكلها المفوض هاشم سركيس إلى مبتكرين شباب وسركيس المولود في بيروت عام 1964 على قناعة بأن مدينة المستقبل ستكون وليدة التوافق وأنه سيتحتم تقاسم مساحات جماعية للحد من الاستهلاك وابتكار أشكال جديدة من التضامن واجمع سركيس من حوله في البندقية مئة واثنى عشر مهندسا معمريا ومكتب هندسة ستة وتسعون في المئة منهم يشاركون للمرة الأولى في البيانالي وتتراوح أعمار نصفهم بين خمسة وثلاثين وخمسة وخمسين عاما ويستمر المعرض حتى الحادي والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر وبعدما ألغي العام الماضي في ظل الجائحة يخضع هذه السنة لقواعد تباعد اجتماعي صارمة حتى لو أن مقاهي ومطاعم إيطاليا أعادت فتح شروفاتها مؤخرا وبدأ البلد يستعيد سياحه تدريجيا